اشتركوا في القناة المتجددة والمحافظة على التنوع البلوشي وتعزيز الجهود لمعالجة آذار التغيرات المناخية وستناقش القمة إضافة إلى ذلك إشراك الشباب في جهود مكافحة آذار التغيرات المناخية وعلى همشين طلاق هذه القمة استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيورك السيد أنتونيو كوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة تمحور اللقاء حول القضايا المطروحة على الساحة الدولية وقد أشهد الأمين العام للأمم المتحدة بدور بلادنا في تعزيز الأمن والسلم في منطقة الساحل كما أشرى رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزوانيو الشيخ الغزواني صباح اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيورك مباحثة مع الرئيس الروانديا السيد بول كاقامي وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والملفات الإفريقية إضافة للوضع الدولي جرى اللقاء بحضور الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية الدكتور أكمبابا ووزير الشؤوني الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج السيد اسماعيل والشيخ أحمد